في الحضارة الإسلامية تجد الزخرفة الهندسية في كل مكان تجدها في المساجد والمدارس والقصور والبيوت بدأ هذا الفن منذ القرن الثامن الميلادي خلال الفترة المبكرة للحضارة الإسلامية حيث أخذ الحرفيون الزخارف الرومانية والفارسية وطوروها إلى أشكال جديدة للفنون البصرية كانت تلك الحقبة الفترة الذهبية للحضارة الإسلامية حيث تم الحفاظ على إنجازات الحضارات السابقة وتطويرها بشكل أكبر ما نتج عنه تطورات أساسية في العلوم والرياضيات رافق ذلك تطور في استخدام الزخارف التجريدية والزخارف الهندسية المركبة في الفن الإسلامي بدءا من زخارف زهرية معقدة تزين السجاد والأقمشة بوصولا لأماط البلاط المزخرف التي تتكرر بشكل لا نهائي فتثير التعجب بانتظامها اللانهائي على الرغم من تعقيد هذه التصميم الهندسية يمكن إنتاجها باستخدام فرجار لرسم الدوائر ومسطرة لرسم خطوط معها ومن هاتين الأدتين البسيطتين تنتج أشكال تزينية متعددة كيف يحصل ذلك؟ حسنا كل الأشكال تبدأ من دائرة والخطوة الأولى هي كيفية تقسيم الدائرة معظم النماذج تقسم الدائرة إلى أربع أو خمسة أو ستة أقسام متساوية وكل قسم ينتج أشكال أخرى مميزة هناك طريقة سهلة لمعرفة إذا كان أي شكل يتكون من أربع أو خمسة أو ستة أجزاء متماثلة معظم الزخارف النجمية محاطة ببتلات عدد الأشعة على حواف النجمة أو البتلات المحيطة بالنجمة يخبرنا عن نمط الشكل فالنجمة ذات الأشعة الست أو المحاطة بستة بتلات تنتمي إلى النمط المؤلف من ست فصوص والنجمة ذات الثماني بتلات تنتمي إلى النمط المؤلف من أربع فصوص هناك عنصر سري آخر لهذه التصميم وهو الشبكة الداخلية وهي غير مرئية ولكن ضرورية لكل الأشكال تساعد الشبكة على تحديد حجم الشكل قبل بدء العمل وتحافظ على دقة الشكل وتسهل ابتكار أناط جديدة مثهلة لنرى نموذجا لطريقة جمع تلك العناصر معا سنبدأ بدائرة داخل مربع ونقسمها لثمانية أجزاء متساوية ثم نرسم زوجا من الخطوط المتقاطعة وفوقها زوج آخر من تلك الخطوط هذه الخطوط تدعى الخطوط الإنشائية وباختيار مجموعة من تلك القطع مشكل نموذجا للشكل المتكرر يمكن رسم تصاميم مختلفة من نفس الخطوط الإنشائية باختيار قطع مختلفة وينتج الشكل النهائي مع إنشاء شبكة مع تكرار للشكل الواحد عدة مرات وهذا ما يسمى التكرار الفسيفسائي وباختيار مجموعة مختلفة من الخطوط الإنشائية فربما ينتج هذا الشكل أو هذا الشكل فالاحتمالات لا حصر لها يمكننا اتباع نفس الخطوات لرسم الشكل السوداسي برسم الخطوط الإنشائية فوق الدائرة المقسمة لستة أجزاء ثم تكرارها فبإمكاننا رسم شيء كهذا وهنا نمط سوداسي آخر ظهر عبر العصور في كل العالم الإسلامي بما في ذلك مراكش وأغرا وقونيا وقصر الحمراء الشكل الرباعي يتناسب مع شبكة مربع والشكل السوداسي يتناسب مع شبكة سوداسية ولكن الشكل الخماسي على اختلاف أشكاله هو الأصعب في التكرار لأن المضلعات الخماسية لا تشغل السطح بانتظام فعوضا عن إنشاء مجرد مضلعات خماسية فإنه يجب أن تضاف أشكال أخرى لتجعله قابلا للتكرار ما يؤدي لأشكال تبدو معقدة التركيب ولكنها نسبيا سهلة الرسم وأيضا التزيين الفسيفسائي ليس حكرا على الأشكال الهندسية فقط حيث نجده في أعمال الفنان أشر وبما أن الفن الإسلامي لا يميل لاستخدام عناصر كالسمك والوجوه فإنه في بعض الأحيان يستفيد من أشكال متعددة لصنع أنماط مركبة هذا التراث الذي استمر أكثر من ألف عام قد صهر الأسس الهندسية لإنتاج أشكال بديعة التزيين ومعقدة التصميم لتبهر العين هؤلاء الحرفيون قد برهنوا بأن الحسة الفنية مع الإبداع والإتقان بإمكانه ابتكار أشياء عظيمة باستخدام فرجار ومسطرة واصل توسعة مدارك فكرك عبر مشاهدة مقاطع الفيديو هذه واشترك في قناتنا كي لا تفوتك الفرصة لتعلم أشياء جديدة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة